عشان نغطي التمرين معانا كريم يلا كريم أحمد أهلا بيك كريم أحمد أهلا بيك أهلا بيك وأهلا بكل مساعدين ومطبيعين مثلها في شاشة تمامات الناديج مساء الفل كريم وطبعا كان تمرين أكيد يعني هتوصفه لنا أقول لي إلا حصل في التمرين قبل ما تقولي القائمة لو كانت خرجت من الجايز الفني قبل ما أبدأ معاك للتدريب كريم أحمد التدريب كريم أهلا بكل متواجد بكاري جالسامل حكم طبعا إن شاء الله يكوننا متواجد ويحصل مباراة لنادي الأهلي وحريك الحرية الغيني أو حريك الحرية كناكري الغيني يوم السابس إن شاء الله كان متواجد على ملعب مصدر الفيتش هو وطاقنا التحكيم تدريبات كالعادة ويمكن أكيد أي مباراة بكاري جالسامة يكون متواجد هنا في ملعب الفيتش يتدرب الملعب طبعا إنتي عارف مميز جدا والراجل إن كان هو تمام عارف كثيمة النادي الأهلي النهاردة كان حتى صورناه طبعا بكبرتنا قبل انطلاثة المران اللي بدأ في الساعة اللي خنيتها عصرا النهاردة كان في محاضرة فنية كانت كفية تحكيم تجيب جدا من الجهاز الفني بكادة مصدرات رسل شابت محمد نيوسف كنا رايبين شوية من الملعب بتمعين شابت نيوسف يتكلم على أهمية المباراة أهمية الجمهور ودور الجمهور اللي بنتمنى يكون متواجد بخصافة تشجيع المثالي المعتد لجمهور النادي الأهلي فنيات موجودة واللي عين عندها إسرار وعندها جدية لكن ينفط المساندة كابتون ميد انتعارف طبعا المباريات اللي بحجم هذه المباراة التي بتوصلنا لدور القد النهائية والمباراة اللي النهائية تابد يكون ان شاء الله جمهورنا اللي معتاد متواجد بخصافة في الساعة للسلام وده أماننا أكيد اللي احنا بنتمنىها من خلال جمهور النادي الأهلي بدأ النهاردة اللي تبرين كان عادل لبعض الاطلاعات الخفيفة لتدئجاري خفيف النهاردة كانت في بعض الفقرات الاسبريبية خططتها من خلال فترة كابتلون كافية انهاء الهجم كافية انهاء الهجمة بشكل سريع كافية الوصول إلى المرمى بأقل باص لنص الملعب النهاردة كان بركز على الأصل عند أحمد فتح كان بفتح معاها محمد يمكن النهاردة صلاح محطي كان ليه تأثير كبير وكان ظاهر بشكل رائع وصام عشور اللي يكون لها بطراحة كتنميزه من خلال رهيتنا فيه تركيز يعني نقدر نقول ان المباراة اللي جاء مباراة نهاية وليس مباراة واهنة إلى دور ربع النهاية ده اللي احنا لمسينه ده الكلام الكثير اللي بيتكلم معايا عليهم السرفات رسول كافة محمد يوسف سواء جلسات منفردة مع اللعبين الجلسات الجماعية محضرات مستمرة كريم حاول تطلع في مكان اللي تكون السجنال فيه كويسة يا كريم السوت بيقطع شوية اتفضل يا كريم الحالة اللي بنقول عليها ميديو جابر ميديو جابر ظهر في التدريبين اللي فاته أمس وأول أمس بسكل مميز وأعلن جهازيته بالفعل لمباراة حرية نكري ألغيني لكن النهاردة من خلال تدريباته من خلال متابعتنا للتدريب يمكن نيده فكرة كده وقت مرة واحدة وجاله اللعيبة كلها ممكن جرت عليه والجهاز اللي تدريب فالدكتور سلد محمود وخرج على أثارها مباشرة من الملعب واضح ان الخلفية تانية طيب كريم ممكن نجيبه تاني برجاوي لو سمحت ممكن نجيبه على التليفون تاني لغاية لما يجينا كريم يعني كنت اتكلمت مع حضراتكو على موضوع الخلفية تحديدا العضرة الخلفية تحديدا لغاية لما هي كريم أنا مش عايز أتكلم ونقطع الكلام تاني لو جاهز يلا يا محسن لو جاهز دخله لنا طيب كريم أكد على التواجد الجماهيري وحرص الكابتن محمد يوسف مش محمد يوسف بس أكيد يعني أكيد من أول الكابتن محمود الخطيب دايما بيقول الجمهور لرقم واحد وطول عمرنا بنقول الجمهور الأهلي لرقم واحد وهنتكلم تحديدا على جزئية الجمهور وهتكلم معاكو في موضوع الجمهور تحديدا وفيه شوية نقاط كده هتكلم معاكو فيها مهمة جدا ولازم كلنا نتفهمها وكلنا نحاول نحن نعملها الجمهور طيب اتفضل كريم اتفضل يا كريم لا اتفضل كنا بنتكلم على ميدو جابر وعودة الإصابة العضلة الخلفية تحديدا بالضبط احنا يمكن حتى زي اللحظة طبيب النبي الأهلي كانت محمود منتظرينه عشان نتطمن على ميدو لكن واضح انه هو مشكلة خلصية تاني في التدريج يعني في نسبة كبيرة كده مع النفشة بليحنا نتطنى أرضا نتطنى أكد ان الميدو للصحيبة موجود بس برؤيتنا اتفضل نميدو ان الميدو جابر النهاردة انتفشاتنا خلصية عاجل في لي تاني مصارة كبيرة طبعا سنتستنى يكون متواجب عندنا عدد قليل جدا من اللعيبة الإصابات في بضلة كبير جدا بيضرب النادي الأهلي والعاجل النادي الأهلي الجهاز الفني في الإصابات الكثيرة جدا دي فقدان سعده سمير زي انا انت عارف محمد نديد عمر الشلية مروان محسن عدد سبيل جدا أنا كبير سنتيميدو بنصده لكن استقاتنا سبيرة في العادة النادي الأهلي والعادة النادي الأهلي يعني بنؤول بما خضر إن شاء الله كان مبارضة يكن إن شاء الله ندي الأهلي سهون على قدر المستخدرة وبإذن الله إن شاء الله سهون الأمور موفقة ومؤيئة كمان غالية لعادة النادي الأهلي نقطة كمان كبير سنتيميدو هعدية خلصة مع كعك بيها صVer التدريب انتهى بالنسبة لل 뭘 صارح GU المغدجة يكون يوم شاخ شوية بالنسبة للجهاز الفني والعاية النادي الآلي طباحاً يكون فيه الاجتماع الفني الخاصة بالمبرارة الأمور الرسمية المعتادة وصول اللعبين قبل المبرارة طبعاً نصف عدم الأفراد على التحكيم الزي اللي يكون لحرس المرمى والعاية النادي الآلي وأيضاً كمان تريسة القرية ساعة الخامسة والنصف الاجتماع والمؤتمر الصحفي المستر فاترس والجهاز الفني للنادي الآلي يكون متواجه طبعاً كافل فريق لنادي الآلي لم يتحدث حتى هذه اللحظة لكن نستر فاترس وأتهم طريق النادي الآلي يكون متواجه طبعاً أو الزي Investment يكون المتواجهين في الساعة الخانسة والنصف على ملعب السلام ست serie مساءن يكون التدريبة الأثير على ملعب السلام لielsتعبل المبارادة بالنسبة لنادي الآلي الساعة تبعة ونصف يكون المؤتمر الثاني مؤتمر طريقة حريقة ه هناك لإلجيني الساعة ث Anhem مساءن يكون المرمى الرئيسي والنهائي لي طريق حريقة ه هناك وكالمعتاد 15 دي أكون مطموحة لي كل وسائل الإعلام لتفقية تدريب النادي الهالي وتدريب بحرية ونكري ألبيني ويبقى إن شاء الله تدريب كل التوفيق للعادتنا والجهاز الفني إن شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراة أكيد يا كريم طمني على السلية كنا سمعنا أن فيه تفاؤل إن السلية بدأ يتعافى السلية يمكن يعني يقدر نقول أنه هو خلاص بيخصة البرنامج النهائي ليه بعد طبعا المجود الكبير اللي بزل من الجهاز الصبي وطبعا كمان الإساقين عبدالدايم ودكرة عبدالعديم فيما جزء كبير جدا جزء من هؤلاء طبعا نجيه لكابة عمرو السلية لكن فطمانه ده مثل أنه عمرو السلية يكون تواجد فيه المبران مبرارات حرية تناكري بالإثمان أنه هو يكون كان موجود لكن إنتعارك كالسديده بياخد وقت ضمة وتختلف عن العضلة الخلفية وعضلة الأمامية لكن عمرو إن شاء الله يكون تواجد بإذن الله عاصل بإنساء المباراة يكون في تدريبات الجمعية لما دي الأقل إن شاء الله يا كريم القايمة طلعت ولا لسه؟ لا لسه كالسديده بتضيين حتى هذه اللحظة لسه لن تغبط كريمة من الهدي طيب أنا هستناك وكيدة جميلة تستناك عشان نتعرف على القايمة أول ما تجيلك يا كريم هنبقى معاك في تواصل إن شاء الله علشان نطمن كل جمهين أدلقالي كريم أحمد شكرا جدا لك على هذه التقطية المميزة علشان نطمن Being علشان نطمن كل جميلة ل이가 أن أذ全 участين جاربت شكرا